اشتركوا في القناة سنقوم اليوم بحل تقويم الدرس الرابع الموجود في صفحة رقم 24 السؤال الأول يقول صحح العبارة الآثية لدينا عبارة خاطئة نريد أن نصححها يلتقي عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي ابن كلاب هذه سلسلة نسب خاطئة نريد أن نصححها السلسلة الصحيحة هي يلتقي عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده كعب ابن لؤي في جده كعب ابن لؤي هذا هو النسب الصحيح السؤال الثاني يقول أذكر مرادفا ومضادا للكلمات الآتية مرادفا يعني كلمة تعطي نفس المعنى ومضادا يعني عكس هذه الكلمة الإسراف مرادفها مجاوزة الحد نفس المعنى أما عكسها فهو عدم الإفراط عدم الإفراط الكلمة الثانية هي الكبر ومرادفها أي أنها تعطي نفس المعنى التفاخر والتعالي أما عكسها وهو التواضع المزاح مرادف المزاح الدعابة تعطي نفس المعنى وعكسها الجد الجد يعني أنك جاد في كلامك لا تمزح السؤال الثالث يقول ما الأضرار الناجمة عن الإسراف هناك أضرار تنجم عن الإسراف نريد أن نذكرها من خلال الجدول التالي مثلا الإسراف في الأكل ما الأضرار التي ممكن أن تنتج ممكن أن يسبب الأمراض يسبب البدانة يسبب بعض الأشياء التي قد تؤذي بدان الإنسان إن أكثر عن الحد اللازم المطلوب أما في اللباس فالأضرار الناجمة تؤدي إلى التكبر إن بالغت في طريقة لبسك وأثمان لبسك ربما يدخل في قلبك شيء من الكبر وهذا شيء لا يحبذ في حياة المسلم أما الشرب فمن أضراره يعطل أنظمة الجسم بسبب سوء الهضم يعني يقوم بأضرار تؤدي إلى عدم الهضم الكامل أو إلى سلبيات من خلال عملية الهضم أما السؤال الرابع فيقول لك هات ثلاثة أمثلة لمواقف فيها مخالفة للضوابط الشرعية للمزاح يعني أنك الآن تتجاوز الحد الشرعي في موضوع المزاح من أمثلة ذلك أن يجتمل على الكذب من باب النكتة أو غيرها أو الإضرار بالآخرين أو السخرية منهم بقصد التسلية وهكذا إذن هذه ثلاثة أمثلة على تجاوز الحد الشرعي فيما يخص المزاح إلى هنا نكون قد انتهينا من حل تقويم هذا الدرس أسأل الله لي ولكم الخير والسداد والرشاد وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته